موسيقى استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين في النمسا بمشاركة الآلاف وزير الداخلية يدعو لمراقبة تطبيق واتساب المستشار يؤكد على حماية واحترام جميع الأديان في البلاد وزيرة التكامل تدعو إلى المؤتمر الثالث في فيينا لمكافحة التطرف مدينة فيينا تخفض أسعار التدفئة المركزية للمرة الثالثة واقتراح يسمح بتمديد وقت عمل الصيدليات إلى تفاصيل النشرة على النمسا ميديا أهلا بكم استمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين نهاية الأسبوع في النمسا وذلك في العديد من المدن خاصة في العاصمة فيينا ومدينة لينز في النمسا العليا وسار الآلاف من المؤيدين القضية الفلسطينية السبت من وسط المدينة باتجاه السفارة الأمريكية رافعين شعارات تطالب بإيقاف الحرب على المدنيين في غزة وانتهت المظاهرة أمام مبنى السفارة حيث ألقى العديد من الناشطين الكلمات التضامنية وشهدت مدينة لينز في النمسا العليا الأحد مظاهرة شارك فيها أكثر من سبعمائة شخص دعما للمحاصرين في غزة أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن نية الوزارة مراقبة تطبيق ووتس أب وذلك نظرا لتزايد التهديدات الإرهابية وأشار كارنر إلى أن النمسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح بمراقبة التطبيق وأوضح أنه يمكن مراقبة الرسائل والمكالمات إذا كان هناك تفويض قضائي ولكن عندما يقرر الشخص استخدام تطبيقات مثل ووتس أب أو تيليجرام فإن ذلك لا يعود ممكنا وبالتالي نصبح كالعميان حسب تعبيره ويأتي ذلك بعد قيم العديد من الأشخاص بتخريب علم إسرائيل في العديد من الأماكن الرسمية أكد المستشار النمساوي كارن هامر على حماية واحترام جميع الطوائف الدينية في البلاد مشددا على ضرورة مكافحة التطرف بين أتباع الديانات وقال المستشار في لقاء جمعه مع رئيس الجالية الإسلامية في النمسا قال أن الديانات تجمع الناس وتحمل قيما إنسانية ويجب تجنب تقسيم المجتمع وشدد على أهمية محاربة الإرهاب والسماح بالديمقراطية واحترام الآخر كقيم مركزية مؤكدا على عدم السماح بسوء استخدام حرية التعبير والترويج للتطرف ومحذرا من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على التعايش السلمي في البلاد دعت وزيرة الاندماج سوزانا راب إلى منتدى فيين لمكافحة التفرق والتطرف بمشاركة أكثر من 150 خبيرا من 10 دول غدا الثلاثاء ويتضمن الحضور وزير الهجرة والاندماج في الدنمارك ونائبة وزير الهجرة واللجوء في اليونان كما سيشارك العالم النفساني الألماني الإسرائيلي أحمد منصور في المنتدى ويهدف المؤتمر إلى مكافحة كافة أشكال التطرف والتفرقة وتعزيز التعاون بين السلطات والمؤسسات حيث يأتي هذا المؤتمر في سياق تأثير الصراع في الشرق الأوسط على هياكل التطرف الإسلاموي في أوروبا أعلنت مدينة فيينا عن تخفيض جديد في أسعار التدفئة المركزية وذلك في استجابة لتوصية لجنة العدالة الحضرية وقد تم مراجعة وتقييم تكاليف الخدمة مؤخرا بناء على الزيادة السابقة في الأسعار ويشمل التخفيض الجديد تراجع أسعار الطاقة مع توقعات بفصل شتوي أقل تكلفة وعلى سبيل المثال ستوفر شقة بمساحة 70 مترا مربعا ما بين 80 و 230 يورو كل شهرين وسيتم تخفيض حوالي 120 مليون يورو بعد موافقة الهيئات المختصة وكذلك تخفيض الأقصاد الجديدة تم تقديم مسودة قانون لإصلاح آلية عمل الصيدليات في النمسا حيث من المتوقع أن يسمح للصيدليات بأداء تحاليل صحية إضافة لزيادة عدد ساعات العمل وينص التعديل على أن تستطيع الصيدليات قياس ضغط الدم ومستوى السكر بالإضافة إلى إجراء تحاليل للبول وزيادة الحد الأقصى لساعات العمل للصيدليات من 48 ساعة إلى 72 ساعة في الأسبوع مما يعزز توفير الأدوية إضافة لتمديد ساعات العمل يوم السبت ومن المقرر أن يبدأ الإصلاح في بداية عام 2024 24 ليسهم في تحسين الخدمات الصحية والتخفيف من العبء على الأطباء نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات اللاحقة بأمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر